موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين عبر قناة الإيمان ومستمعين عبر أفير إذاعة البشائر مع انطلاقة هذه الفترة المتجددة من برنامج يسألونك عن الإنسان والحياة نحن معكم على الهواء مباشرة على الأرقام التالية 01-153-10456 وعلى رقم الواتساب 76-64-94-1919 للرسائل النصية حصرا حلقة مميزة نستهلها بالترحيب بضيفنا سمحت الشيخ زهير قصان سلام عليكم ومهلا الكريم السلام ورحمة الله وإياكم الله أهلا بكم ومرحبا والتهنئة والتبريك لكم وللإخوة المستمعين والمشاهدين بولادة الإمام الباقر عليها السلام الذي يعني بذكره وبذكر أمتنا تتبارك أيامنا ونسأل الله من خلال هذه الوقفة أن نعتبر من سيرتهم المباركة ويعني أن نستشعر البشر والأمان والأمن القريب إن شاء الله ماذا تقولون بداية في هذه المناسبة مولين الكريم؟ بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين طعم في البداية إن يبارك للأمة الإسلامية حلول شهر رجب المكرم الذي هو أول أشهر النور الثلاثة شهر رجب وشعبان ورمضان ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هلال هذا الشهر هلال خير وبركة ويمن وأمن وسلام على الأمة وأن يذهب الله سبحانه وتعالى ببركة هذه الأشهر هذه الغمة عن هذه الأمة ويكتب لنا النصر والعزة والكرامة وأيضا نبارك للأمة الإسلامية كافة ولأتباع مذهب آل البيت عليهم الصلاة والسلام على وجه الخصوص ذكرى ولادة الإمام الباقر عليه السلام الله خامس أمة آل البيت عليهم السلام وبهذه المناسبة المباركة أحب أن أتوجه إلى الأخوة المشاهدين والمستمعين بإحدى وصايا الإمام الباقر عليه السلام الله حتى نخرج من خلال ذكراه ومن خلال سيرته بموعظة وحكمة يمكن أن تنفعنا في حياتنا في تهذيب أنفسنا في تزكية أنفسنا كما أراد الله سبحانه وتعالى يقول عليه السلام فيما يروى عنه في حديث له مع بعض أصحابه يوصيه بوصاياه يقول أوصيك بخمس إن ظلمت فلا تضلغ يعني كثير من الناس يجعل أنه ظلمه للناس رد الإساءة بالإساءة وإن خانوك فلا تخم فإذا أحد خانني هذا لا يكون مبرر لأن أخونا الآخر وإن كذبت فلا تغضب يعني إذا أنا عبروا رواية عم بحكي حكاية عم خبر خبرية وحدا كذبني فلا تغضب وإن مدحت فلا تفرح وإذا مدح الإنسان عليه أن لا يفرح وإن ذممت فلا تجزع وإن ذمك الناس فلا تجزع ولا تحزن وفكر في ما قيل فيك جميل يعني أنا إذا أحد وجه لي ذم معين ونسب إلي شيء معين اتهمني بشيء معين علي أن لا أجزع بل علي أن أفكر هل ما قيل فيه حق أم مجرد افتراء واتهام يعني نغض نظر عن القائل وإن ذممت فلا تجزع وفكر في ما قيل فيك فإن عرفت من نفسك ما قيل فيك إذ عرفت أن ما قيل فيك من ذنب هو موجود وأنت مبتلى بهذه العيوب أنت مبتلى بهذه الأمراض أنت مبتلى بهذه القبائح التي تنسب إليك فإن وفكر في ما قيل فيك فإن عرفت من نفسك ما قيل فيك فسقوطك من عين الله عز وجل عند غضبك من الحق أعظم عليك مصيبة مما خفته من سقوطك من عين الناس يعني أنا إذا حدائي اتهمني بتهم معينة ذمني بذن معين فبدل ما أجزع وقيم الدنيا وأحزن أنه فلان عم يحكي فلان عم يتهمني فلان 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 أنا خليني فكر أنه ما قيل فيي من سوء هل أنا فعلا متصف بهذه الصفات السيئة فإذا كنت أنا فعلا متصف بهذه الصفات السيئة فإذا أنا سقطت من عين الله قبل أن أسقط من عيون الناس فبدل أن أحزن وبدل أن تثور ثائرة وأغضب لأنه قيل فيي كذا وهذا يؤدي إلى سقوطي من أعين الناس علي أن أفهم أن هذا يؤدي إلى سقوطي من عين الله وسقوطي من عين الله وفي عين الله لابد أن يكون أعظم مصيبة علي من سقوطي بأعين الناس لأنه إذا سقطت بعين الناس وكان الله عني راض ما عندي مشكلة أما إذا أنا ساقط في عين الله ولكن كل الناس راضي عني أي نفع في ذلك وأي فائدة في ذلك إذن علي أن لا أجزع إذا ذممت وأفكر هل ما قيل فيي حق فإذا إذا كان ما قيل فيي حق وموجود فيي فعلا فأنا ساقط في عين الله فلابد أن أحزن لسقوطي من عين الله لا أحزن لأنني سأسقط في عين الناس جميل هذا هو وإن كنت على خلاف ما قيل فيك إذا لا ما قيل فيك أنت لا مش هيك أنت متهم أنت مفترى عليك فثوابه اكتسبته فأنت اكتسبت ثواب هذا الشيء من دون أن تفعل شيء ومن دون أن تعمل فثوابه اكتسبته من غير أن يتعب بدنك يعني أنا واحد بيجي بيفتري علي فرية وبيتهمني باتهام فأفكر أن أنا مش هيك بيقول لي حصل لك ثواب بدون ما تعمل شيء وبدون ما تشتغل شيء وبدون ما تتعب وبدون ما تصلي بدون ما تصوم بدون ما تتصدق أنت حصل عندك ثواب لأنك تتهمت بما ليس فيك فعلى شو بدك تغضب على شو بدك تحزن على شو بدك تتألم فهذه بعض وصايا الإمام الباقر عليه السلام الله لأمته لأصحابه لأتباعه فعلينا أن نحفظ مثل هذه الوصايا ونحفظ مثل هذه الحكم عن أئمتنا عليهم الصلاة والسلام حتى نستطيع أن نبني حياتنا على أساس من نهج محمد صلى الله عليه وآله ونهج الأئمة الأطهار عليهم أفضل الصلاة والسلام ومنهم إمامنا الباقر عليه السلام الله في ذكرى ولادته فأسأل الله تعالى أن يرفقنا ويسددنا للسير على نهجهم والسيرة التي خطوها لنا حتى نكون إن شاء الله في الآخرة من الناجين أدي قدموا لنا الحياة بهذا الفهم بأنه هي دار ابتلاء دار اختبار فيها مصاعد كثرة فيها افتراءات فيها الكثير من المظالم ولكن للإنسان بده يكون جسور وصلب وبنفس الوقت عنده هذا النقاء في السرائر أو في النوايا وأنه يسلم أمره لله تعالى والله يعوضه إن كان خيرا أو يعني في مواضع وهذا على قاعدة ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه وليون حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا أن نكون من هذه الفئة ومن هذه الزمرة يقدم لك يعني بهذا القول ودي عندهم أقوال وصايا كثيرة وصايا كثيرة تحددين أمام الباكر ومام بقر العلوم يعني هل دين معادلات أنه لا تجزع عند الإساءة ولا تفرح عند المدح طبعا الفرح هو مقصود أنه لا تغتر طبيعي يعني الفرح فرح البطر وأن لكل إنسان عندما يرى أنه وضعه جيد ووضعه حسن لا بد أن يدخل إلى قلبه شيء من الفرح والسرور والله لا يمنعنا من أن نفرح ونصرق ما لو حققنا نجاح معين أو حققنا حزن على رضا معين ولكن المراد بالفرح هنا لا تفرح الفرح الذي يأخذ بالإنسان إلى العجب والكبر والخيلاء والبطر وما إلى ذلك واضح إذن من جديد سلام الله عليه وعلى أمتنا جميعا وأهل بيتنا ورسولنا الأكرم خلينا نفوت إلى المسائل والفتاوى أو الاستفتاءات التي لدينا لليوم البداية أنا وخطيبي موجودين بأوروبا وبحكم شغلنا ما عم نقدر ننزل على لبنان هل ممكن يكتب كتابنا الشيخ متواجد في لبنان ونحن الأثنين نكون موجودين في أوروبا يعني من خلال مكانمة فيديو؟ يعني في حال تأكدنا أنه نفس الأشخاص هن المعنيين وهن المقصودين معقول حولا ما في أبدا علماء أو شيء ما بعرف حسب المنطقة اللي هن فيها يعني ممكن يكون يمكن بالأول الأشدر يبحثوا عن حدا هو صحيح إذا كان في واحد موجود يعني حاضر بيناتهم بشكل فعلي أفضل وأحسن بس على فرض أنه فعلا كما تقول أنه هن بمنطقة ما فيها حدا يعني في كثير عنا من المناطق في الغرب ما في مبلغ ما في إنسان وإن كان يعني نحن نلفت نظامه منه هاي ممكن يصير بس الآن المحاكم والتزيل بالمحكمة يعني قد ما يمشي الحال إذا ما كان عالم دين هو اللي كاتب الكتاب بعضها المسألة عالقة؟ يعني أحيانا بعض المحاكم ممكن فلو فرضنا هن بدون من شان إذا فقط من شان المسألة الشرعية إذا كان فقط من أجل المسألة الشرعية يعني ويحافظوا على الوضع الشرعي والعلاقة الشرعية فما ننبي حاجة إلى عالم دين يكتب لهم الكتاب خلينا نتوقف عند هذا المسألة مولانا الكريم يعني مسألة عقد الزواج رح بيّنها نعم إنه هون أفرضي هلا هي وخطيبها بدون يتخلصوا من الإشكال الشرعي لحتى تكون العلاقة بينهم علاقة شرعية وما عندهم الآن عالم دين يجري لهم العقد فنحن منقلهم إذا كان غرضكم فقط الخروج من المشكل الشرعي فبإمكانها هي ويا مدام متوافقين ومتفاهمين ولسيما إذا كانت هي بالغة راشدة والأهل الطرفين متراضين وموافقين على العلاقة وعلى الزواج فبتقدر هي تقول له زوجتك نفسي على المهر الذي يتفقاني عليه ويقول لها قبلت التزويج لأنه العقد الإسلام هو اتفاق بين الطرفين هو هذا تعاهد تقول له زوجتك نفسي بإلا قبلت فانتهت المسألة وصار زوجين شريحة هو تحديد المهر مثلا شو متفقين على المهر شو فيه مقدم إذا متفقين فيه مقدم ومؤخر إذا لا مهر كله دفع واحدة حسب اتفاقهم على المهر يعني بيذكروا بتقول له زوجتك نفسي على المهر المعلوم بحسب الشروط المتفق إذا فيه شروط معينة فيقول لها قبلت التزويج مجرد ما قالت له هذه العبارة ورد عليها بهذا الرد صارا زوجين شرعيين وما في أي حاجة ولا شيء أبدا سواء كان فيه شهود أو لم يكن وإن كان وجود الشهود أفضل من شأن الإشهار وإلا لا يؤثر على صحة العقد وبطلانه بغض النظر عن الشهود مولانا الكريم أصل يعني يعني إجراء أو إبرام هذا العقد عند عالم دين ما قاله أصل شرعي شو الفكرة منه ما قاله أصل شرعي وإنما جرت العادة والعرف وإلا الأصل المرأة تقول للرجل أو وكيل المرأة يقول للرجل أو لوكيل الرجل زوجتك المرأة تقول زوجتك نفسي ويقول لا قبلت أو وكيلة يقول زوجتك موكلتي أو الأب يقول زوجتك ابنتي فهون بتصير وجود رجل الدين بس من شان صحة التعبير للبركة وإلا هو من ناحية المشروعية ما في عنا لا نص لا في كتاب القرآن ولا في رواية ولا في وصية ولا في أي شيء أبداً أنه يشترط حضور عالم الدين وإنما كل المسألة أن يتوجه الرجل والمرأة الإيجاب منها زوجتك نفسي والقبول منه قبلت التزويج تهى الأمر تم العقد سلامكم الله وهل يمكن الاكتفاء بخطوة تسجيل بالمحكمة لتنظيم الأمور تسجيل المحكمة فقط لتنظيم الأمور القانونية لأنه في المستقبل في أولاد في توارث في قضايا معينة هون بدنا وثائق قانونية بدنا وثائق رسمية لحتى تثبت أنه فعلاً هذول اتنين مرتبطين إذا صار في ولد نستطيع أن ننسب هذا الولد إليهما حتى ما تعم الفوضى من الناحية القانونية وحتى ما يصير في فوضى هذا هو فقط وإلا أصل مشروعية العقد هذا فمن قلهم أنه إذا كان غرطكم هو التخلص من الإشكال الشرعية فبإمكانك أنتويا تقولوا بعضكم تزوجتك نفسي بإلي قبل التزويج انتهينا أما إذا مشان مستقبل التسجيل والتوثيق وما شابه ذلك فنعم لا بأس أن يكون بحضور شخص له صفة بحيث لو قدمت هذه الأوراق الموقعة من قبل هذا الشخص تيسر لهم أمور التوثيق والتسجيل وهذا يمكن أن يحل بواسط مكالمة فيديو أو ما شابه ذلك إذا تم التأكد والتيقن أنه اللي قدامي وشايفهم بالصورة وشايفهم بالفيديو أنه فلان وفلانة أصحاب الشأن وأصحاب القضية بصح العقد وما في أي مشكلة هنا من باب الالتفاة المسألة صارت واضحة بس لأنه نفتحها وامش مرتبطة بها لنفرق بين ما هو من أصله الشرع وما هو هيك نصار بالعرف والعارف يعني أنه يمكن الناس بتعتبرها خطوة استباقية مسألة جمع الطرفين الزوجين يعني عند عالم دين عند شيخ يعني هو من أجل أن يبارك لهم هذا الأمر وإن شاء الله يكون دونهم وعادة عالم الدين مثلا بيقدم هيك موعظة بسيطة للطرفين أو توصية أو ما شابه ذلك وهي على فكرة يعني تقديم خطبة يعني محاضرة صغيرة كلمة صغيرة وصية صغيرة هذا ما له علاقة بحضور رجل الدين أي واحد عنده إمكانية يوصي فبيجي بيقول قدامهم حتى الطالب هو الزوج لما بيجي بيطلب بيقدم هيك محاضرة صغيرة أمام طلبه من أهل الزوجة وبعدها بتصير يعني هذه المسألة هي أساسا ما في عنا بروتوكول خاص أنه لا بد أن يكون بحضور عالم الدين بس بالمقابل كمان يمكن إذا تركت الأمر أو تركت الأمور على غاربها لزوجين حصرا وكل الأزواج بتضيع الأمور أنت بتعرف يعني اليوم قد يكون في موافقة من الطرفين وقبول ويكون بعد هيك المواد غامرة والحب صياب هو هذا عم نقول نحن بس من أجل مستقبل إذا صار إشكالات يكون في عنا مصدر نرجع له من شان توثيق الأمور تحديدا مسألة المهر وكذا وإلى آخره يعني القبول والإجاب هذه مسألة اتفاق بين الطرفين بتكونوا بلحظتها تمام بس هذه الأمور إذا مش موثقة أو هذا هو فقط نحن مسألة التسجيل والتوثيق من أجل حفظ الحقوق والعوارض وحفظ الحقوق وحفظ الأولاد وحفظ الهوية لأنه سابقا ما كان في شيء اسمه هوية وما كان في شيء اسمه نفوس وسجل وما بعرف شو كذا خلاص فلان وفلان يتزوجوا بيمشي الحال بيجيبوا أولاد وبيعرفون الناس أنهم متزوجين وانتهينا أما اليوم لا صار في وثائق رسمية لما صار في وثائق رسمية لابد أن تدون لابد أن توثق فمن شان هيك نحن صرنا محتاجين إلى هذا التوثيق الرسمي إلى جهة رسمية ولذلك أنا فصلت بين أنه إذا كان بدنا الأمر من أجل المشكلة الشرعية فهذا بيقدروا يحلوها بيناتهم وإذا لأ من أجل التوثيق نعم بدهم عن طريق أمور الرسمية المتعارفة والمتداولة صارت نعم وممكن تنحل مباشرة بالمحكمة ما في ضيع يعني ممكن وقت اللي بيروحوا على المحكمة قدام القاضي اللي بده يجيبوا يجري لهم العقد وبيثبت لهم وبيمشي ينتهي الأمر سؤال مرهف يعني أنا قليلا ما أسمعه وهيكي لافت حقيقة أنوي إن شاء الله افتتاح محل دكانة هل يجوز بيع السجائر أو يصبح المال حراما حسب تقليده يعني طبعا هو عم يحكي يبدو هو بايعها لمن يستحلها ما في مشكلة بس حلو هذا السؤال يمكن لأنه بمكان ما نشوف كل الناس ببعض حتى الم المقلدين ببيعه يمكن ما بيسألوا بهذا الإطار فتقديمه لمن يستحله ما في مشكلة طب بيقول سؤال أيضا من هم الأشخاص الذين لا يجب تناول اللحم إذا ضحى برسم عقيقة عنده يعني تناولهم للحم إذا ضحى برسم عقيقة عنده ولادة مولود له يعني هو يكره للأب والأم أن يأكلها من العقيقة نعم مكروه وليس حرام يعني ما في عنا حدا يحرم أن يأكل من العقيقة وإنما يكره للوالدين أن يأكلها من العقيقة على نحو الكراهة مش على نحو التحريم يعني الأحسن ما يأكله ولكن إذا أكله ما في مشكلة وبالتالي ما في عنا حدا يحرم أن يأكل من العقيقة هل أهون بل كراهية والحرمي؟ الحرمي قطعا الحرمي لابد من الترك ولا بد من الاجتناب وفيما لو أكل بيكون مأثوم أما المكروه الأحسن تركه يعني بيكونوا مضطرين يمكنوا ما عندهم غير هيدا الشيء لا 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 حتى سواء كانوا مضطرين أو لا أنا فرضي ذبحت عقيقة يجاني مولود وعملت عقيقة مكروه إني أكل بس لو فرضنا أكلت مش مأثوم ما في أثم بس لو ما أكلت كان أفضل كان أحسن نعم أيضا قصدت المسجد مرة وطربت من خادم المسجد أن يحدد لي ثمن قرص سجود أردت أن أخذه من المسجد فسمح لي بأخذ القرص من دون دفع الثمن وبعد مدة كنت أريد قرصا آخر فقصدت المسجد وأخذت قرصا بدون إبلاغ خادم المسجد بناء على سمحه لي في المرة الماضية هل يصح مني أن لا أخبر خادم المسجد في المرة الثانية كل ما يكون في المساجد عادة سواء هذه الترب التي تجعل من أجل السجود أو الأثاث أو أي شيء مما هو يدخل إلى المسجد فإذا كان موضوع في المسجد بعنوان الوقف للمسجد فلا يباع ولا يحق لخادم المسجد ولا لأي أحد أن يبيعه ولا أن يهبه بالمجان ولا يحق لأحد أن يأخذه بدون مراجعة القيم على المسجد هذا إذا كانت هذه الأشياء موقوفة للمسجد لأن هذه صارت وقف للمسجد ولم يستغني عنها المسجد لأنه عن الوقوفات أحيانا قد نوقف شيء للمسجد مثلا ولسبب من الأسباب المسجد ما عد بحاجة لهذا الشيء فهو ممكن أن نبيعه ونستبدله بشيء آخر مما يحتاج إليه المسجد أما الأشياء التي هي لا تزال ضمن احتياجات المسجد وهي موقوفة للمسجد فما بيصير بيعها ولا بيصير نهابها لأحد أما نعم إذا حدا جايب مثلا ترب وضعها بالمسجد بس كان القصد هي أنه لأي أحد محتاج لتربة بيأخذها سواء بدوا يصلي عليها في المسجد أو خارج المسجد ما صارت هاي من وقف المسجد ما عادت وقف المسجد إنما هذه موضوعة مبذولة لمن يحب لمن يريد لكن باعتبار أنه أنا بدل ما أحطها بدكان أو حطها بالشارع أو حطها ببيتي حطيتها بالمسجد باعتبار الناس تتردد على المسجد فاحتمال حدا يجي بحاجة لتربة بحاجة كذا بيأخذها هون كيف يحب بيعرش؟ هلأ هون بدنا نشوف من خلال القيم على المسجد إذا فهمنا من خلال القيم على المسجد إنه هذه مبذولة لمن يحب فساعتها أنا فيني أخذ سواء استأذنت أو لم أستأذن بيصير الاستئذان أو السؤال من القيم فقط من أجل أن أعرف هذه موضوعة بأي عنوان هل موضوعة بعنوان الوقف للمسجد أو موضوعة مبذولة لكل الناس لمن يحب لمن يحتاج فهون إذا فهمت إنها مبذولة للناس ففيني يجي أمتى ما احتجت بيجي بأخذ وما في أي مشكلة أما إذا فهمت إنه هذه وقف للمسجد لا قيم المسجد ولا خادم المسجد ولا الرواد المسجد بيقدروا يأخذوها ويتصرفوا فيها لا بالمجان ولا بالعوان منذ ما يخبر أصلاً بتاني مرة ما بيحقل له بديرجعها هل هو بيحقل له أنا موقوف اللي تصلي عليها بالمسجد بش لا تأخذها على البيت واضح أو تحطها بالدكان أو تحطها بمحل معين للمسجد علماً هون إنه هذه المسائل صارت شائعة موجودة يعني إنه فيه يمكن إلا إذا كان مضطر بس أنه هلأ مضطر حتى لو مضطر يعني بيقدر بيشتري بيجيب بيجيب من عن جاره بس أنه المسجد أفضل للواحد يتوثق ويدعم دائماً الشيلي بالمسجد خليه بالمسجد إلا إذا فهمنا إنه هذا اللي عمت الناس مبذول ما في مشكلة سؤال أيضاً أنا بقلت السيد محمد أحسين فضل الله يعني أي ساعة لازم صلي الفجر لأنه قلته عند السيد محمد أحسين ما في منا هيدا أذان الفجر أو الفجر الصادق لا مش الفجر الصادق هو الفجر يعني الفجر الصادق ما في عنا شي اسمه فجر لحاله ووقت صلاة الصبح لحال لا بس نقول حل وقت طلوع الفجر طلوع الفجر يعني صادق هو مفروض صلاة الصبح نعم فلا نفترض نحن اليوم على سبيل المثال هلأ يشوف اليوم بالضبط تقريباً اليوم خمسة وربع كان وقت الأذان نعم يعني هلأ إذا واحد ما كتير مطمئن أنه فعلاً يعني هذا هو وقت الفجر الصادق بينطرش مثلاً خمسة وربع خلينا نطرغي ديئتان ثلاثة أربع دقائق خمس دقائق خمسة وثلاثة بصلي من باب الأطمئنان وإلا لو فرضنا أنه أنا تأكدت أنه هذا التقويم مزبوط لما بيقل لي الفجر خمسة وربع متأكد أنا أنه هذا التقويم صحيح وهذا التقويم منضبط بناء على فتوى السيد خلاص بصلي خمسة وربع حتى لو ما سمعت الأذان يفروضي أنا بمكان ما سمعت أذان هون عم بيشير كم منه وشفت وشفت أنا بحسب التوقيت أو بحسب التقويم هلأ مثلا بينات موقع بينات بيحط مواقع الصلاة كل يوم إذاعت البشائر تلفزيون الإيمان بيحطوا مثلا مواقع الصلاة بحسب المدن في كل يوم وقت الفجر وقت الظهر العصر كذا فإذا أنا اتبعت هذا الجدول وأنا مطمئن أنه هذا الجدول صحيح فسواء سمعت الأذان أو ما سمعت الأذان مجرد ما صارت الساعة خمسة وربع خمسة وثلاث أحد عشر ونوص أعرف المولم لأنه هون عم بقول عندي كمان سؤال لو أنا متقلية السيد محمد ما فيني اعتمد الأذان يلا بسمى وحد بيتي لازم بس اعتمد أوقات الصلاة عند السيد محمد غالبا الأذان في أغلب الأحيان في أغلب الأحيان المساجد عامة المساجد بتأخر إذا كانت على غير تقليد السيد فهن رح يكونوا متأخرين يعني وقت اللي بيأدموا يقينا بحسب مبنى السيد صار الوقت وزيادة لأنه عادة بيتأخروا بحدود التلت ساعة أحسنتم عن الوقت المتعارب فلذلك يعني أفرض ألا مثلا أنا بمنطقة معينة المسجد بعرف أنه هذا المسجد على تقليد مشتهد آخر غير السيد فضل الله وأذنوا فيقينا إما مطابق للوقت عند السيد أو متأخر عن الوقت عند السيد هون بصير المحك إذا هو بدو يصلي قبل ما يطلع الأذان لازم يتأكد من التوقيت عن السيد فضل الله أكتشار بتصير بشهر رمضان وقت الأمساك ووقت الأمساك وقت الأفطار أفطار حتى أكثر شيء العصلات الصبح لأنه بيكونوا ناطرين بيكونوا تعبنين بدون يصلوا ما بيعدوا ينطر الأداء طيب معنا اتصال صباح الخير يا بنت صباح نور يا هلا صباح الخير يا شيخنا أهلا وسهلا جمعة مبارك إن شاء الله الله يبارك فيك ما بعد يطور عليك أهلا وسهلا والخمح إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا والحمد لله رب العالمين يا الله الله يكتب النصر والعز لأممتك يا سيدنا عمد دعو التوفيق على الله يا رب يا رب ألف شكر الله يسهل المقبل شكور يا الله محمد طيب منتابع مع الأسئلة والاستفسارات أيضا سؤال أنا أعيش في بلجيكا ومعظم المعجنات هنا كالخبز والعجين الجاهز تحتوي على الكحول بمكوناتها فما حكم تناولها علما أنه حين تتناولها لا تشعر بطعم الكحول يعني إذا كان تضاف إلها كمية بسيطة وهذه الكمية تستهلك بعملية العجين والخبز وكذا تستهلك بحيث لا يبقى لها أثر فما في مشكل أما إذا لا كانت تبقى ولا تستهلك وكنا على يقين ومعرفة أنه مجتمل على الكحول مشكل وبشكل واضح وأنه هذه الكمية تذهب العقل أو تأثر حتى لو ما أثرت لأنه على القاعدة ما كان كثيره يسكر فقليله حرام حتى لو كانت الكمية الموجودة لا تسكر لكن باعتبار أن كثيرها يسكر فتصبح محرمة هذا إذا ما قلنا استهلكت يعني هلأ نفطرد أنا عندي منتج معين حطيت في شيء من الكحول لكن بعد عملية المزج هذه العناصر مع بعضها وعملية التعريض التعريض للنار أو ما شابه ذلك استهلكت هذه راحت انتهت فخلص بعد إذا استهلكت ما بقى في مشكلة أما إذا ما بنعرف أنه تستهلك وفعلا موجود بكميات يمكن أن تبقى وتؤثر فتناول هذه الأطعامات بده يشوف شو بده يعمل حرام هل يجوز أنا أكل خصية الخروف؟ لا يجوز عندنا أيضا نتابع هنرجع للأسئلة أسئلة العلاقات الزوجية بده جواب التفصيل أنا وزوجتي أو زوجتي رحنا عند الشيخ وكان في معا إخويتها وأنا كان معي بيه وقلت له للشيخ ثلاث مرات ما بدي يطلق وزوجتي تقول له بدي يطلق وبيه قال لهم طلقهم أو قال لهم للشيخ طلقهم قال يعتبر طلاق صحيح عشان أنا ما كان بدي يطلق وجبرني الشيخ إذا مكره على الطلاق الطلاق غير صحيح يعني هل يعتبر عم بقول بيه والشيخ مأثومين لأن أنا بعرف الطلاق بيدي الرجل مش أهل الرجل طبعا ما إلى ولاية الأب ولا الشيخ ولا السيد ولا حتى المرجع إلى ولاية يطلق نيابة عن الزوج إذا الزوج رافض للطلاق هلأ خير إن شاء الله مرة منشوف إنه الزوج متعسف ظالم كذا فهو في بعض الحالات بيدخل الحاكم الشرعي فيمكن في بعض الظروف أن يطلق الحاكم ولو كان الزوج رافض للطلاق بس هاي المسألة مش هيك بالبساطة يعني مجرد إنه والله جينا قلنا له للزوج طلق قال ما بدي تطلب يروح الحاكم بيطلق لا في إلى معطيات في إلى حيثيات لابد أن تدرس مبررات أما مجرد والله هي بدت تطلق بيؤلوا للشيخ يلا طلقهم بيروح الشيخ بيطلقهم على أي أساس إذا الزوج عم بيقول لك أنا ما بدي يطلق ما بيقدر والطلاق في هذه الصورة بحسب الصياغة الطلاق باطل باطل نعم طب أيضا سؤال كيف تعرض أعمالنا على صاحب الزمن هل هذا إذا صح أنها تعرض على صاحب الزمان كيف تعرض هذه علمها عند ربي أكيد سؤال يعني نحن نعتقد صحيح حسن عقيدتنا أن صاحب الزمان حي يرزق نعم ولكن كيف يتدخل في حياتنا هذا مما لا نعلمه بشكل مفصل من شؤون الغيب كيف نصلي على محمد وأهل محمد بالصيغة الإبراهيمية عند الشيعة وهل هذه الصلاة تحقق الأمنيات والمقصود بالصيغة بالصلاة الإبراهيمية يعني أن نقول اللهم صلي على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين ماذا فما فيها مشكلة طبعا وفيها بركة وفيها خير هل تحقق الأمنيات كما ورد في الأحديث كل ذكر لله سبحانه وتعالى هو مظنة تحقيق الأمان والأحلام والغايات والأغراط إن شاء الله تعالى ونسأل الله تعالى أن يتقبل منا ويحقق أمالنا أنا من مقلدي سيد فضل الله رضو الله عليه دار نقاش بيني وبين أحد الأشخاص وهو يقلد أحد المرجعية فسألني هل حصل السيد فضل الله على أنضاء أربعين عالم حتى أصبح مرجعية بصراحة استفزني هذا السؤال وأريد شرح ما يقصد نقول لهذا السائل اسأل من قال لك ما دليلك على وجوب توقيع أربعين عالم حتى يثبت اجتهاد شخص بس هذه الأسئلة يعني دائما هذه كلام مخارق إشكال وهي مجرد كلمات تثار من أجل إثارة اللغط وإثارة حقيقة مغرضة ولا دليل علمي على هذا الكلام لذلك لا داعي أن نطيل الكلام فيه واضح سمعت قبل أيام محاضرة تلفزيونية من أحد العلماء ذكر فيها حرمة الهجاء سمعته يقول بحرمة الهجاء للمؤمن وعدم حرمتها لغير المؤمن ولم يوضح عدم حرمتها لغير المؤمن يرجى التوضيح إذا كان ما سمعته صحيحا للأسف هذا الكلام موجود الهجاء هو أن نتكلم بطريقة الذنب وهذا الهجاء يكون بالشعر أن ننظم شعرا في ذنب إنسانا فبالنسبة للمؤمن عند بعض الفقاه يقولون أن المراد بالمؤمن هو الإمام الاثنى عشري فلا يجوز هجاؤه وغير المؤمن هو غير الإمام الاثنى عشري سواء كان مسلما أو غير مسلم نحن نقول أن الله سبحانه وتعالى عندما نهانا عن الذم ونهانا عن الهجاء ونهانا عن الغيبة ونهانا عن السب والشتم إنما نهانا عن ذلك لكل مسلم سواء كان إماميا إثنى عشريا أو غير إمامي إثنى عشري نعم من كان متجاهرا بفسقه وفجوره ولا يبالي فيما يقال له ويقال عنه فهو أسقط حرمة نفسه أما ما عدا ذلك مشكل أن نهجوهم ومشكل أن نذمهم أو نغتابهم أو ما إلى ذلك واضح تردد في القرآن الكريم مفردت أو مفردت جاء وأتى وكذلك مفردت يفعلون ويعملون ما هو الفرق بينهما؟ يعني هلأ هو من حيث المبدأ يعني مرة يقول جاء فلان ومرة يقول أتى فلان فالمحصلة واحدة وإنما هذه مفردات يستخدمها ويفعل ويعمل كذلك نفس الشيء يعني هلأ أحيانا قد يختلف معنى المفردة الواحدة بحسب اختلاف السياق الذي وردت فيه فمثلا لو نقول جاء أمر الله وما هو جاء فلان جاء الله وجاء زيد طبيعي جاء الله مع أنه مفردة واحدة جاء جاء عندما نسند هذا الفعل إلى الله سبحانه وتعالى يختلف معناه عما لو أسنده إلى زيد أو إلى عمر أو ما إلى ذلك فإذا هذا بدنا حتى أنا أجي فرق بين معنى المفردة أريد أن أرى المورد الذي وردت فيه فإذا كان السياق الذي وردت فيه يستدعي معنى آخر غير المعنى لنفس الكلمة في سياق آخر فساعة أقول أنه جاء في هذا المورد معناها كذا وجاء في هذا المورد معناها كذا ونفس الشيء أتى وفعل ويفعل وعمل ويعمل وما إلى ذلك فهذه من حيث المبدأ معناها واحد من حيث المبدأ هذه المفردات معناها واحد لكن قد يختلف معناها بحسب اختلاف السياق والمورد ومن يسند إليه هذا الفعل وهذا اللفظ نعم معنا سؤال من اليمن أنا بما معناه كل ما أردت أن أصلي الشيطان يوسوس لي أريد دعاء هذا أول يعني أول شيء له دائما على الإنسان عندما يريد أن يبدأ بأي عمل من أعماله أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم أن يبدأ بهذا اللهم إني أعوذ بك من الشيطان ووسوسة الشيطان فإذا استطاع الإنسان أن يعيش هذا الذكر وأن يعيش هذا اللجء إلى الله سبحانه وتعالى روحا لا مجرد لفظ فإن شاء الله الله سبحانه وتعالى يتكفل بطرد وسوسة الشيطان وإزالة وسوسة الشيطان عنه نعم تقول كنت ناوي الصيام بس نسيت شربت قهوة بظل صايمة ولا بفطر إذا كانت هي عازمة على الصوم وبدأت انهارها صايمة وتناولت أي شيء من الطعام أو الشراب سهوا والتفتت فتركت مباشرة فيبقى صيامها صحيح أما إذا بعد ما التفتت ضلت مكملة أكيد بيبطل الصوم نعم نفرضي هلأ أنا عازمة على صوم يوم من الأيام سواء كان في شهر رمضان أو في غير شهر رمضان سواء كان صوما واجبا أو مستحبا بدون ما التفت أخدت كب بيت الماء وشربت هلأ مرة ما بلتفت إلا بعد ما خلص فصومي صحيح وما في أي إشكال مرة بلتفت أنا وبعدني عم بشرب فهون إذا بدي حافظ على صيامي دغري مباشرة بوقف إذا في شيء بفمي بعد ما ابتلعته برميه وبكمل الصيامي صيامي صحيح وما في أي مشكلة وفيهم مسألة لا بدي يلتفتوا إلى الأخوة والأخوات أنه البعض بفكر أنه هذا الحكم بس بشهر رمضان أما بغير أشهر كرجب شعبان يبطل الصيام خلص يبطل لا هذا الحكم حكم تناول المفطر سهوا أو نسيانا لا يفسد الصوم لا في شهر رمضان ولا في غيره لا بالصيام الواجب ولا في الصيام المستحب أو القضاء نعم شو حكم عدم قضاء صوم سنين لامرأة وتراكم أيام وشعور بذنب من ذلك أولا إذا ترتب على ذمة المكلف قضاء أيام من شهر رمضان مثلا خصوصي الإمرأة مثلا إذا تركت صيام أيام من شهر رمضان بسبب مثلا مسألة الحيض مسألة النفاس وهذه مسألة طبيعية تمر على المرأة بشكل طبيعي فبعض النساء مثلا يقضين هذه الأيام بعد انتهاء شهر رمضان وقبل حلول رمضان الآتي وبعضهم يتهاون ولا يباشرن القضاء فإذا حل رمضان التالي ولم أقضي ما فاتني من رمضان السابق فيستقر القضاء في ذمتي ويترتب علي فدية تأخير فلو فرضنا إنسان ما فلو فرضنا إنسان ما رجل كان أو امرأة فاته أيام من شهر رمضان ولم يقضيها حتى مضى عدة سنوات فهنا أيضا تبقى هذه الأيام واجبة القضاء في ذمته وعليه أن يكفر عن التأخير ويدفع فدية التأخير في شيء اسمه فدية التأخير فدية التأخير بده يدفع يعني فرضي أنا من خمس سنوات كان علي قضاء أيام من شهر رمضان ومضى علي خمس سنين وما قضيتها مش بفدية عن كل سنة مرة خلص مرة وحدة مرة وحدة يعني فرضي علي يومين من شهر رمضان قبل خمس سنين الآن بدي أدفع فدية مش بيدفع فدية أولى عن السنة الأولى فدية تانية عن سنة تانية لا خلص عندي يومين بيدفع فدية تانية ثم مفعول راجعي ما في خلص أنا وأهلي منتابع مسلسل في نساء هل منحصل على الظنوب وهل الحرام أو لا بحسن طبيعة المسلسل إذا كان في شيء يحرم فبيكون طبيعي فيه أثم إذا لا عادي بحسن طبيعة المسلسل طيب سألتني بنت أخي وهي صبية صغيرة عن العصفير والحيوانات عند وفاتهم أين تذهب روحهم ومن يقبض روحهم يعني الله سبحانه وتعالى يتوفى الأنفس نعم كل الأنفس كل الأنفس الله يتوفى لكن بواسطة مثلا الموكلين فطبيعي مثل ما الله جعل للإنسان من يتوكل بقبض روحه فلابد أنه جعل حتى للحيوان هلأ مين وكيف وشو اسمه ما عنا علم تفصيلي بياذا الأمور ولكن واضح بأنها الأنفس تعودوا لله كله لله سبحانه وتعالى وكله بيد الله عز وجل نعم بالنسبة لطلاء الأظافر هناك مواد تزيل الطلاء بسهولة فهل يجب إزالتها قبل الصلاة لأنني فهمت أمس أن الشيخ يقول إذا ممكن إزالة الطلاء فيجب إزالتها فكل المواد متوفرة لإزالة الطلاء بسهولة هناك آلات حادة متوفرة بالبيت ممكن إزالة الطلاء إذا منوصل لهون فهنا ما هو الحكم بذلك لأن الكثير من النساء كنا يتوضأن وطلاء الأظافر موجود فكيف ذلك أولا بالأمس تكلمت عن الموضوع ولم أقول يجب إزالته قلت الأفضل والأحسن إزالته قلت الأفضل والأحسن وهذا النص فتوى سماحت السيد لا سيما إذا كانت الإزالة سهلة ويسيرة الأفضل الإزالة مرة منقول الأفضل الإزالة يعني يستحب أن نزيلها مش على نحو الوجوب ولم أذكر كلمة يجب حتى ما يفهموني غلط فهلأ مدام أنه متيسر للأمرأة أنه تزيل الطلاء بدون أي تعب بدون أي عناء بدون أي مشقة مجرد تجيب مادة مثلا سيتون أو أي مادة أخرى تمسح بيطلعوا فمن إلا الأحسن أنك تشيريهم قبل ما تتوضي أو تغتسلي بس لو فرضنا ما حبت تشيلهم وضوءها صحيح وغسلها الصحيح واضح هذا اللي أجابت فيه وهذا اللي تحدثت عنه بالأمس قلت عبارة الأفضل والأحسن والأكمل بلت عبارات وما ذكرت كلمة يجب نعم فما حدا وبيقدروا يرجعوا لتسجيل لأنه الحلقة أكيد مسجلة موجودة طيب هل يجوز أن نتكلم بغير الدعاء ونحن نتوضى ما في مشكلة أساسا الدعاء مستحب يعني ما في مشكلة يستحب الدعاء والتشاغل بالدعاء أثناء عملية الوضوء ولكن افرضي أنا عم بتوضى وفي حدا قدامي عم يسألني سؤال أو عم بيحكي أنا ويا بي قضية أو ما شابه ذلك شو المشكلة ما في أي مشكلة وإن كان الأفضل التشاغل بالدعاء والذكر ولكن لو فرضنا أنه أنا واقف عم بتوضى وفي حدا فاتح معي حديث وأنا كمل في الحديث أو ما عم أقول شي يعني مرة بتصير كمان طيب هل انتقاد صاحب الشركة في طريقة تعامله مع العملة يعني أو بلك العملة مع المتعاملين يعني أو العملاء يعني في غيابه يعد غيبة تارة يكون هذا شيء سلبي يعني التصرف الذي يصدر من صاحب العمل أو من صاحب الشركة مع عماله مع موظفيه مع المتعاملين الزبائن أو ما شابه ذلك هو شيء سلبي وينم عن خلق سيء نعم فتارة هذا ليس مكشوفا ومعلوما للجميع فطبعا إظهاره في غياب هذا الإنسان يعتبر غيبة لأن الغيبة هي أن نذكر الإنسان في غيابه بما يسيء أما إذا لا هذا التصرف وهذا السلوك كان معلوم لكل الناس ومعروف بمجرد ما تقولي فلان بيعرفوا أنه هذا بيتصرف بالطريقة الفلانية بيعمل كذا بيساوي كذا بيعمل بيساوي بيقيم بيحط بيشتم بيغش بيسرق كل الناس بتعرفوه وهو ما نخايف علنا بيشتغل هذه الأمور فهذه ما بتعود اسمه غيبة لأنه هو متجاهر نعم واضح طيب إذا شخص عايش بصيدة وجمعته ببيروت ما حكم صيامه في هذه الحالة جمعته يعني أهله أقرباءه جامعته جامعته إذا بيطلعوا بينزل بشكل دائم خلص هذا كثير السفار بيصلي بيصوم عادي نعم طيب نتابع مع هيك باقة من الأسئلة من أحد المستفتين يقول هل ذكر أشهد أن عليا ولي الله في الإقامة يبطل الصلاة لا لا يبطل الصلاة في الإقامة لا لا يبطل الصلاة حتى لو أتى بها بقصد الجزئية والمشروعية نقول تبطل إقامته ولكن لا تبطل الصلاة لأنه بإمكانها أن يصلي بدون إقامة أيضا هل هناك كراهية من إغماض العيون أثناء الصلاة ما في كراهية يعني إذا كان هذا الإنسان إغماض العين يساعده على الخشوع أكتر فما في مشكلة أغلبنا من مرسة مرات طيب إذا شخص يدخن وهو بقلد السيد فضل الله رضوان الله عليه هل يمكنه التبعيد في هذه المسألة إلى مرجع ثاني لأن السيد فضل الله يحرم التدخين يعني السيد ما كان يحبذ من يقلده أن يبعض في هذه المسألة أما هلأ إذا استطاع أن ينتقل إلى فقيه آخر وقال أهم بده يشوف براءة دمته وأن كان بعضهم يفعل هذا السيد كان يعني يتحرز أنه هذه فيها ضرر أنت كيف بدك تأذي نفسك فإذا كان أنا عم حاول ساعدك لا توقفها بتقوم بتلاقي تحايل معين يتحرز عن مسألة السماح بالطبع واضح سؤال أخير لو سمحت لي هل هناك من إشكالية إذا شخص درس وامتهن مهنة للعمل مع الكلاب ما في مشكلة مدام أنه يعني مشكلتنا نحن في التعاطي مع الكلاب أو ما شابت ذلك مش والله ما بصير نقرب على الكلب بأي شكل من الأشكال هلأ مرة منقول يجوز بيعها أو لا يجوز بيعها في كلام مفصل حول مسألة بيعه أو شراء الكلاب وما شابت ذلك أما فرضي في حدا عنده كلب بالبيت أو عنده كلب بالدكان أو بالبستان أو بأي مكان وبيتعاطى معه بطريقة معين إذا هو عم يعرف يراعي مسائل الطهارة والنجاسة ويراعي هذه المسائل هذا حد يعني يلتفت إلى هذه المسألة كل شكر وتحية لحضرتك سباح الشهر القصار أعطيكم ألف حافظ بارك فيكم جديد نجدد لكم وللأخوة المشاهدين والمستمعين التهنئة بدخول شهر رجب الأصب جعله الله يعني باب خير مع أشهر النور وفرج ورحمات لنا جميعا والأهم أنه يصب الرحمة كما هو متعارف وأيضا ولادة الإمام محمد الباقر عليه السلام لنا ومنا كل التحايا في الختام إلى اللقاء اشتركوا في القناة